يوم جديد عالمي لحرية الصحافة والإعلام في اليمن لا يزال قيد القضبان حيث يواجه أربعة صحفيين خطر الإعدام أكرم الوليدي عبدالخالق عمران حارث حميد وتوفيق المنصوري مختطفون في سجون ميليشيا الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات وقد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهم العمالة للسعودية وبث الشائعات تؤكد منظمة العفو الدولية بأن كل هذه التهم ملفقة وتلحق بالصحفيين الأربعة لمجرد كونهم صحفيين فقط ووفق مديرة المكتب الإقليمي في المنظمة فإن بقاء هؤلاء الصحفيين الشجعان عرضة لخطر الإعدام أمر مروع فهم لم يقوموا بأكثر من إبلاغ العالم بحقيقة المعاناة التي يمر بها اليمن العفو الدولية وثلاث منظمات أخرى طالبت في بيان لها بمناسبة يوم الصحافة ميليشيا الحوثي بإلغاء أحكام الإعدام على الصحفيين الأربعة وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم وإطلاق سراح جميع الصحفيين كانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت عشرة صحفيين في العام 2015 وحكمت على أربعة منهم بالإعدام في الحادي عشر من أبريل الماضي وقد تعرض جميعهم وفق محام الصحفيين عبد المجيد صبرة للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب المادي والمعنوي التحذيرات الدولية المتكررة من تفشي وباء كورونا في اليمن ضاعف من منسوب القلق على الصحفيين القابعين في سجون بالغة السوء ومراكز احتجاز مكتظة ومهينة وهو ما حدا بالمنظمات الدولية إلى المطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري وعاجل ترجمة نانسي قنقر